مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية اليوم نحكي عن شغلات جديدة شغلات غريبة اللي ما بمتابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون و هون يطرق درس التنبيهات وطبعا يعمل شير و لايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة إذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحة والفيديوهات الجاي تابعوني أكيد لازم تحضروها وفيه شغلة مهمة كتير كتير عم بتحكيها انه فيه اكتر من 70 بالمية من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة و بتابعوا القناة فاشتركوا عشان تدعموني و يلا نبدو يعني ما بعرف انا مرجى مرة يعني بحكي الاشاعات اللي بصدروها الناس من اين بجيبوها اه انا بقولك يا جماعة الاشاعات والخرافات صدقا 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 هي اصعب من الفيروس اللي حوالينا اه يعني فيه ناس للأسف 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 عم بحاولوا ينشروا اشاعات و انا بحكي هاي فيروسات اقوى من الفيروس طبع اللي موجود حوالينا من هذه الاشاعات اللي نشرت قريبا في ايران انو الكحول تقتل الفيروس و طبعا هذا صح لكن اللي فهم من الموضوع انو شرب الكحول بقتل الفيروس في الجسم فراحوا الناس صاروا يشربوا ايش خمور كحول فودكا و تكيلا و مش عارف ايش و وسكي 27 واحد ماتوا من زيادة في جرعات الكحول في الجسم يعني هو ما مات من الكورونا ما تراح من يعني ما بعرف شو اللي عم بصير في العالم فشوفوا يا جماعة قديش هذا اللي نشر هذه المعلومة خطأ قديش سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على قتل سبعة وعشرين نفس بريئة طبعا هم يقول لهم ذنب انهم سمعوا لكن حسابهم عند الله وهذا الشخص انا بحكي حسابه عند الله انتشر برضو موضوع الثوم وحطه بيغسله مية ونقيع الثوم الثوم بشكل عام يقوي جهاز المناعة لكن لا يشفي من المرض لازم ننتبه شو معنى الشفاء انه واحد معاه مرض وهذا يشفي لا يشفي من المرض فالثوم لا يكفي الحل المعجزة طبعا هذا مش بس عند العرب فيه يوتيوبر اسمه جوردان سانثر عمل فيديو انه ثاني اكسيد لكلور وهي مادة سامة جدا تستخدم في الطبيض اللي هو البليتشينج او الكلور بيش لم ينفدوا ان شربه بيؤدي الى المناعة ضد هذا الفيروس او حل هذا الفيروس طبعا فيه ناس ماتوا وناس صار عندهم مشاكل صحية بالمعدة من وراء حضرته فبحكي عقابه عند الله معقم اليدين المصنوع يدويا انتشر في فيديوهات طريقة صنع معقم يدوي بيجي بحط الكحول على الصبار جل الصبار الألوي عشان يسوي فيه طيب يا جماعة نبدأ احكي لكم انه هذه الكحول اذا ما كانت نسبتها 60% فما اعلى المعقم هذا ما كان نسبته 60% فما اعلى لن يقي من الفيروس معظم الفيروسات هذا كويس كتير للبكتيريا بس الفيروسات ما بيأثر عليها كتير فيروس الكورونا بيأثر عليه لكن اذا ما كانت نسبته 60% فما اعلى فلن يفيد فكيف تفحص المحلول اللي انت سويته ما حتعرف طيب انتو بتحكي لي يا دكتور شو نسوي احنا ما فيه اصلا هذا بطل صار حقها 100 دولار هاي الوحدي انا بحكي لك شو الطريقة المثلة غسل ايديك بالماء والصابون وانتهى ما تسمع الكلام هذا طبعا هذا لازم تعرف برضو انك تستخدمه غسله او كنك بتغسل ايديك لازم توزه على كل اليد بسرعة عبل ما يوصل لكل اليد عشان تقدر تستخدمه وصلني برضو موضوع على انه الفضة شرب سائل الفضة لانه سائل الفضة هو بقتل للبكتيريا لكن يعني الناس ما بعرف ولوين وصلت عشان يا جماعة ما فيه اي علاج لهذا الفيروس الى الان اهم شيء الوقاية الصحة اللي هي اليميون سيستيم او جهاز المناعة غسل اليدين عدم لمس الوجه هاي اهم شغلات شرب الماء كل 15 دقيقة وصلت اشاعة من انه علماء يابانيين وجدوا انه لازم شرب الماء كل 15 دقيقة ما فيه اي اثبات لذلك وما فيه علماء يابانيين سووا هذه الدراسة ولا فيه منه لهذا الحكي ومع انه انتشرت هاي باللغة الانجليزية بعدين ترجمت شكرا اللي ترجمها باللغة العربية بدون ما يتأكد شرب الماء الساخن فيه ناس بقولك اشرب مي بتغلي طبعا هذا لا برضو انه بتؤتل الفيروس ماه بموت درجة الحرارة المرتفع يعني انت فيه بجسمك او فيه تمك فيه مرتبات لدرجات الحرارة فانت درجة الحرارة ما بتوصل بعدين المي راح تروح من تمك تروح للمعدة والفيروس ما بروح على المعدة بروح على الرئة فالمي لو راحت على الرئة صار بوشكلي راح تتشرد فالموضوع يعني ما بعرف شو الربط ما تأكل آيس كريم لانه بارد فهذا بقوي لا آيس كريم مشكلته انه بضاعف جهاز منع لانه فيه سكر والبرد طبعا انخفاض درجة حرارة البسيط او السريع بيدي الى مشاكل في جهاز المناع فقط اما هو لا يؤثر على الفيروس وانه يزيد الفيروس او يقلله فيه اشاعات كتير انتشرت حبيت اجميع بعضها لكن انا بحكي حسب الله ونعم الوكيل على هدول الاشخاص اللي بسووا هذه الاشاعات حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل ويعطيكم الفعال السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد